في المجال السينمائي طلقت اليوم الدورة السبعون من مهرجان برلين السينمائي الدولي الذي يعتبره كثيرون أعلى المهرجانات جماهيرية حول العالم حيث يشهد ألاف من جماهير عروض الأفلام جنبا إلى جنب مع الموثلين والمخرجين والصحفيين معنا من برلين موفد ميديان تيفي بلال مرميد وسألناه بداية عن جديد دورة البرلينال لهذا العام في دورة هذا العام هناك تركيز من الإدارة الفنية الجديدة للمهرجان ويقودها كارلو شاتخيان على موضوع المرأة وحضور المرأة مرة أخرى يعود هذا الموضوع للواجهة رغبة في تحقيق المناصفة في حضور أنثوي مميز في دورة هذا العام مثلا من ضمن 18 من الأفلام المتنفسة على الدب الذهبي هناك 6 مخرجات من 340 شريط في المجموع في كل الفئات 38% حضور أنثوي ومع ذلك هناك انتقادات للإدارة الفنية الجديدة على الاعتبار أن هناك من ينادي بتحقيق المناصفة بشكل مباشر كل هذا طبعا على خلفية قضية التحرش بالمشتغلات في القطاع السينمائي قضية إيرفي وينستين في الولايات المتحدة إذن هناك من ينادي بالدفاع عن حقوق المرأة بضمان ظروف الشغال جيدة بأن يتم فضح المتحرش لكن أيضا ضمان حضور هذه المرأة في المهرجانات وأن تتنافس مثل ومثل السينمائي الرجل على كل الفئات وفي كل الفئات كارلو شاتخيان يريد أن يجعل من الدورة السبعين هي أول دورة له أن يجعل بصمة المرأة حاضرة من خلال تكريم ميلين ميرون تكريم وثائقي مع هيلاري كلينتون وأيضا كيت بلانشيتا التي تحضر لتدافع عن كل النساء التي يتعرضن لتحرش في بلاتوهات التصوير عبر كل أنحاء العالم ودائما مع الزميل بلال مرميد مفد ميديان حيث سألناه أيضا عن المشاركة العربية والمغربية في الدورة الثلاثين لمهرجان برلين السينمائي الدولية فيما يخص المشاركة العربية المغاربية الإفريقية تغييب أو غياب حتى مع الإدارة الفنية الجديدة لكارلو شاتخيان يعني من فرد تكرار نفس الغياب سرنا نطرح سؤال واحد هو هل فعلا الأفلام المغاربية العربية الإفريقية لا تستحق الحضور أم أن هناك رغبة في تجاوز سينما مختلفة عن تلك التي تحضر في واحد من أمهات المهرجانات العالمية للأسف كانت هناك وعود في السابق مع ديتر قوسليك المدير الفني السابق لكن حتى في العام الجديد أو في الدورة الحالية يتم تغييب السينما المغاربية العربية الإفريقية رغم أنه حينما تحضر هذه السينما في مهرجانات أخرى مثل كان أحيانا تنال جوائز بتالي نستغرب هل فعلا لا تستحق هذه الأفلام وبالخصوص جيل الشباب من المخرجين العرب المغاربيين والأفريق أن يحضروا في هذا المهرجان أم أن هناك اعتبارات أخرى يعني بالخصوص الاشتغال مع شركات إنتاج كوبرا هي من تفرض حضور فرق إنتاج أوروبية أمريكية أسيوية بعينها